أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينهما يا ودت يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه أن نتعلم سوية أحبتي في الله قراءة القرآن حرف حرف مع بيان الأخطاء الشائعة في هذه الصفحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن كتبنا عليهم ولو لاحظ هنا أن ولدينا واولين ما معنى واولين ساكنة قبلها مفتوح فأنا لا أضغط على المخرج وأجعلها كأنها مشددة ولو أن ولو أن هذا خطأ الواو ستكون لينا سهلة ولو أن كتبنا هنا انتبه إلى النون المشدد الغنى أكمل ما تكون وتأخذ بالتلقي والمشافهة من أفواه المشايخ الفضلاء وانتبه إلى الألف التي بعد النون دائما الألف التي تكون قبلها نون أو ميم ممكن أن تمال أو تقلل مثلا تقول أن كتبنا هذا خطأ الصوت الألف إذن أن كتبنا نا وليس نا نا انتبه إلى هذه الأصوات ألبأوا مقلقة لقلقة لصغر في وسط الكلام لأنها ساكنة عليهم أيضا انتبه إلى ياء اللين ساكنة قبلها مفتوح فأقول عليهم عليهم ولا أقول عليهم انتبه لهذه الأمور الدقيقة بارك الله فيكم واكسر الهاء جيدا من مظهرة عليهم أني قتلوا أني حقك كسرة النون أنتقل من النون المكسورة إلى القاف الساكنة المقلقة لقلقة لصغر لأنه هنا لدينا همزة وصل إذا بدأت طبعا سأبدأ بهمزة قطع مضمومة طبعا هذا للاختبار لأنه ثالث الحرف مضموم فأقول أقوتلوا يعني لا أسحب ضمة الهمزة إلى القاف الساكنة أقول أقوتلوا هكذا من البداية للنهاية لأنه القاف ساكنة الصحيح أقوتلوا والقاف لا تنسى أنها مفخمة مرتبة رابعة لأنها ساكنة ولا تنسى أيضا ضم الشافتين في التاء واللام والواو وكل مضموم فلا يتم إلا بضم الشافتين ضم هكذا قال علماؤنا الأفاضل ولدينا هنا حرف المد في كلمة أقوتلوا والهمزة في كلمة أنفسكم مد جائز منفصل بمقدار حركتين أو أربعة وخمسة أنفسكم نون فا نون ساكن مع الفا يكون لدينا إخفاء وأغنى مرقق لأن الفا حرف مرقق وأذهب إلى مخرج الفا أنفو أنفو أنفسكم مين مظهرة أنفسكم آوي آوي آني آوي انتبه إلى هذه الكسرات بارك الله فيكم آوي خروجوا أيضا انتقلت هنا من الواو المكسور إلى الخال لأنه لدينا همزة وصل والخاء هنا ساكن مفخمة مرتبة رابعة فانتبه لهذا وأيضا إذا بدأت بكلمة أخرجوا أبدأ بهمزة قطع مضموم لأنه ثالث الحرف مضموم من غير عفوا من غير أن أسحب ضمة الهمزة إلى الخاء الساكنة أقول خطأا أخرجوا انتبهوا لهذه الأمور وكيفية تخليص الحركات أخرجوا أخرجوا هكذا بارك الله فيكم الرأو مفخمة لأنها مضمومة من دياركم كسرة الميم نندال سوف تكون لدينا إخفاء وأغنا مرققة أذهب إلى مخرج الدال من دياركم من أذهب اللسان يذهب إلى مخرج الدال من دياركم هكذا بارك الله فيكم الرأو مرققة من كلمة دياركم لأنها مكسورة الكاف لا تفخمها تقول دياركم خطأكم هكذا ميم مع الميم إضغام دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ما فعلوه ما عندي شيء فيها غير أنه فقط أنه أن تتضم الشفتين في المضموم اللام والوا والها إلا كسرة الهمزة وعدم مسك اللام المشدد تذكر أن اللام من أحرف التوسط للعمر يجري فيها صوت فتر زمنية بسيطة فلا أقول إلا أقول هذا مسك الصحيح إلا لا إلا إلا عفوا قليل القاف مفخمة مرتبة ثانية مفتوح ومن الأخطاء الشائعة أنه نكور الشفتين في نطق حروف الاستعلاء السبعة أقول قليل هذا خطأ قليل هكذا تدرب عليها هو هذا الغاية من هذا الفيديو لما يظهر أو لما تظهر صورتي أمامكم حتى تستطيع التمييز وتتعلم كيفية تصحيح الخطأ بالنظر إلى المرآة تنوين مع الميم إدغام واكسر الميم قليل منهم منهم نونها إظهار واقف على ميم مظهرة حتى في الوصل تكون مظهرة منهم ولو واحذر لدى واو وفاء تختفي ولو مرت معنا في البداية بأنه واولين ولو أنهم ساكنة قبلها مفتوح أنهم النون مشددة في أرغن أكمل ما تكون أضم الشفتين في الها ميم مظهرة أنهم فعلوا أسمع صوت الميم المظهرة ما يوعظون هنا ننتبه على كلمة يوعظون الضاء هي مفخمة وارتبة ثالثة بقية الأحرف تكون مرققة فلا أقول يوعظ خطأ ع يوعظون هكذا أخلص المفخم من المرقق به لكان هنا لدينا مدى صلة صغرى حركتين به لكان خيرا لهم خيرا الياء ساكنة قبلها مفتوح يا أولين الراء مفخمة لأنها مفتوحة الألف تتبع في التفخيم الراء خيرا لهم لا أقول خيرا لهم انتبه لهذا يا أولين لهم وأشد كما سمعتم الآن الميم مظهرة أسمعها كذا وأشد تثبيت هنا لدينا تنوين أقف بمد العوض بمقدار حركتين وإذا 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 انتبه هنا بارك الله فيكم لما لدينا التنوين واللام اضغام بغير غن أكل النون الذي هو طبعا آخر التنوين وإذا 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 لآتيناهم يا ساكن قبلها مفتوح يا أوليد لآتيناهم هو ضم الشفتين لآتيناهم ملا كما قلت وإذا ل ملا ملا دن وليس نا لا تقل صوت الأليفات نون لام اضغام بغير غن أكلت النون كأنه غير موجود ملا دن دو دو ضم الشفتين ولدينا حرف المدفي لدن أجر همزة أجر مدجائز منفصل حركتين أو أربع وخمسة أجر جيم ساكنة مقلقة لقلقة صغر في وسط الكلام الر مفخمة لأنها مفتوحة الأليف تتبع في التفخيم حرف الر أجر عظيم تنوين عين اظهار أضاء مفخمة مرتبة أخيرة فمن الخطأ نقول عظيم انتبه عين مرققة عظيم مد العوض بمقدار حركتين عندما أقف على كلمة عظيم ولا هديناهم لا تقل ولا هدينا نا هذا تقليل صوت الألف ولا هديناهم صراط مستقيما مي مظهر كما سمعتم وأصاد مفخمة مرتبة أخيرة صي صي وليس صي صي هذا تكوير الشفتين طو طو هذا أيضا تكوير الشفتين فننتبه هنا صيراط الراء مفخمة لأنها مفتوحة الألف تتبع في التفخيم حرف الراء صير وليس صير صير هذه من الأخطاء الشائعة عند نطق الراء تكوير الشفتين صيراط طا مفخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها ألف تنوين مع الميم إدغام صيراط مستقيمة مو نظم الشفتين سي نجري فيها صوت والنفس وهي من أحرف الصفير قاف مفخمة مرتبة أخيرة مرتبة خامسة خطأ تقول مستقيقي هذه قاف غير مفخمة وإن كانت بأدنى منزلة فتكون مفخمة قطعا من المستفلة نقف على مد العوض بمقدار حركتين ومن يطع يطع الله هكذا طبعا إذ نكسر العين أنا وقفت على عين ساكنة ولكن أركز هنا على النون مع الياب دائما أقول أنه عندما يكون لدينا نون ساكنة بعدها يا لا أجعلها يا صافية أقول ومي ومي خطأ يجب أن يكون هناك غنى مصاحبة لها من الخيشوم ومن يطيع الله الطاء مفخمة مرتبة أخيرة انتبه لها كسرة جاءت قبل اسم الجلال الله ترقق ألا يطيع الله والرسول مرت معنا كلمة الرسول كثيرا في الدروس السابقة وقلت أنه من الأخطاء الشيعة أنه هذه السين أشممها صاد أو أجعلها صاد وأقول ورسو سول خطأ فانتبه لهذا سو سول سول ورسول هكذا الرأة مفخمة لأنها مفتوحة وانتبه إلى هذه الرأة أنها مشددة فالخطأ ممكن أن تقول ور هذا تكرير والخطأ الثاني أن تقول ور 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 تكور الشفتين فيها والخطأ الثالث أيضا أنه لا تقرأ حرف الرأة أن تقول ور سول هذه أخطات صاحب حرف الر الصحيح ور 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 سول هكذا بارك الله فيكم ومن غير تكوير وهي مفتوحة ومن غير تكرير جزاكم الله خيرا فأولئك لا أقول فأولئك لا أقل الصوت الأليم الهمزة و حرف المد في كلمة واحدة فتكون مد واجب متصل بمقدار أربع أو خمس حركات لو لاحظنا أنه هذا الصفر المستدير فوق الواو أنه دلالة على هذه الواو تكتب ولا تلفظ فأولئك لأنه لو لم تكن موجودة سأقول فأولا فأو هكذا سوف تكون ولكنه هنا تكتب ولا تلفظ فأولا فأولا كأنه همزة مضمومة لدي فقط وأنتقل إلى اللام بارك الله فيكم مع الذين الذين اللاموا اسمية مدغمة مرققة فلا أمسكها اللام المشددة طبعا الذين هذا مسك فانتبئوا لهذا بارك الله فيكم الصحيح أل لا ألا الذين ذا المكسورة اكسرها جيدا لا تختلس أبدا الكسرات في الكلمات القرآنية التي فيها كسر أنعم 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 انتبه لماذا أنا أركز هنا لأنه سوف يكون لدينا مما مفتوحة هنا جاءت قبل اسم الجلال الله فتفخم اللام ممكن يقول أحدهم أنعم الله يفخم الميم المراققة لأنها جاورت المفخم من اسم الجلال الله فانتبه لهذا والنون مع العين إظهار أنعم الله عليهم عليهم مرت معنا كما أقول أنه الياء ساكن قبلها مفتوح يا أولين مع الميم من كلمة من إضغام عليهم كسرة الهاء عليهم من النبي النبي هنا النون مشددة من كلمة النبي الغن أكمل ما تكون ولدينا هنا مد التمكين بمقدار حركتين في كلمة النبي ودائما أقول لا تضغط على مخرج الياء فيتشوه عندك صوت الياء ولا تخرج مع الياء هوى لأنه إذا سألتك وقلت لك ما هي حروف الهمس فستجيب وتقول فحثه شخص سكت طيب أين الياء لا يوجد فلماذا إذن تخرج هوى مع الياء فدائما لما تقرأ النبي إذا كان هناك هوى يلامس الأصابع هذه خطأ فانتبه لها لأنه يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس الهوى والصدقين والصدقين الصاد والقاف كما تلاحظون أنها مكسورة مفخمة مرتبة أخيرة طبعا الصاد هنا مشددة صاد ساكنة مرتبة رابعة ثم الصاد المكسورة فننتبه هناك كلمة الشهداء في حرف المدوى الهمزة في كلمة واحدة مدواج متصل بين مقدار أربعة وخمس حركات والصالحين انتقلت من الواو المفتوحة إلى الصاد لأنه همزة توصل واللام شمسية الصاد الأولى طبعا الصاد مشددة الصاد ساكنة ثم صاد مفتوحة بعدها ألف صاد ساكنة مفخمة مرتبة رابعة صاد مفتوحة بعدها ألف مفخمة مرتبة أولى والأخطاء أن تقول والصالحين صالحين ماذا فعلت كورت الشفتين هذا من الأخطاء الشائعة فانتبهوا لهذا الصحيح والصالحين ولا أقول والصالحين ليحين لي 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 ليحين ليحين والصالحين هكذا أخلص المفخم من المرقق بارك الله فيكم حيث أن كلمة والصالحين فقط الصادية المفخمة وباقي الحروف مرقق وحسون أولئك رافيق أولئك مرت معنا وقلنا أنه هنا حرط المدوى الهمزاج في كلمة واحدة مدواج متصل أربع وخمس حركات وهذه الو لا تلفظ صفر المستدير تكتب ولا تلفظ رافيق الراء مفخمة لا أقول رو 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 في رو لا تكوير الشفتين را رافيق هكذا والقاف مفخة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف أقف بمدنة العواض ومقدار حركتين ذلك ليس ذلك ذلك خطأ ذلك الفضل من الله الفا طبعا قبرية لأنه أبغي حجك وخف عقيمه أضاد الساكنة لا أقلق لها لا أقول الفضل ولا أجعلها ضاء الفضل هذه ضاء وتلك قلقلة الصحيح أنها فيها استطالة وفيها تفخيم رابعة مرتبة الساكن ورخاوة أيضا يجري فيها الصوت الفضل من الله ولا أفخم الفاء واللام أقول الفضل من الله هذا خطأ اللام والفاء مرقق فأخلص المفخم من المرقق أقولها مرة أخرى الفضل من الله مين مفتوح قبل اسم الجلال الله تعلمنا أنه المفتوح والمضموم إذا جاء قبل اسم الجلال الله تفخم اللام وكفى بالله عليما بالله طبعا هنا مرقق لأنه سبقها مكسور عليما لا يوجد لدي شيء في هذه الكلمة غير أنه أكسر اللام جيدا نقف على مد العوض بمقدار حركتين يا أيها الذين آمنوا خذوا حذراكم يا أيها هنا الياء المشدد دائما أقول أن هي أحدى مواضع النبر والواو المشدد أيضا وأسمع صوت الياء الساكن من الياء المشدد يا أي أي أيها أيها الخطأ راح أعمل الخطأ ما هو أنه لا أخرج الياء الساكنة صوت الياء الساكنة يا يا أي 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 تمام يا ساكنة يا مشدد كل حرف مشدد يتكون من حرطين حرف ساكن وحرف متحرك فهنا عندي يا ساكنة أي أي مفتوحة حذراكم 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 لا تقول حذراكم كوم هكذا تفخم الكاف وهذا طبعا شائع تفخيم حرف الكاف وهو حرف مرقق لا يوجد من الأحرف السبعة خصة ضغط قض فانتبهوا لهذا ميم مظهرة في الوقف والوصل حذراكم فانفيروا طبعا جاء بعدها بعد الميم المظهرة ف وكما قال علماؤنا الأفاضل وحذر لدواو وفاء تختفي يعني أشنو معناه تختفي حذراكم ف هكذا أنه أنا لكي أتهي لنقل ف يختفي عندي صوت الميم فانفيروا نون ف إخفى أذهب إلى مخرج الفاء أتهي لنضع حرف الفاء فانفي فانفيروا راء مفخمة اكسر الفاء والراء مفخمة لأنها مضمومة والنون مع الفاء طبعا تكون غنة والغنة تأخذ بالتلقب المشافهة من أفواه المشايخ ثو ثبات ثبات أو تنوين مع الهمزة إظهار أو 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 انفيروا ثبات أو انفيروا تبهوا كيف أنه إظهار هنا ثم بعد ذلك أو كسرت الواو وانتقلت إلى النون من الواو المكسورة لأنه لدينا همزة وصل والنون مع الفاء كما فانفروا هنا إخفاء أو انفروا جميعا كسرت الفاء والراء مفخمة لأنها مضمومة وإن منكم هنا وإن منكم لمن نون مشددة الغنة كما لما تكون نون كاف إخفاء بغنة والغنة مراققة لأنه الكاف مراقق أذهب إلى مخرج الكاف منك منك هكذا الغنة الإخفاء عند الكاف منك منكم لمن ميم أسمع صوتها المظهرة هنا لدينا لمن لا نون لام إدغم بغير غنة ماذا اتفقنا اتفقنا أن نأكل حرف النون لمل لمل أين النون أكلتها طيب لمن لا يبطئ لمن لا يبطئ طعم كسورة إذا مفخم مرتبة أخيرة نحن حفظنا مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء السبعة المفتوح بعده أولى المفتوح ثانية المضموم ثالثة الساكن رابعة المكسور الخامس هذه مراتب التفخيم وهذه طبعا تأخذ بالتلاقي والمشافهة وكيفية نطق الحروف حروف الاستعلاء بمراتبها وتحتاج إلى دربة وستتعلمها بإذن الله عز وجل طبعا وقفت على نون فيها غنة لأنه للدلالة على أن هذه نون مشددة لا يبطئ هكذا استمر طبعا إذا استمرت لا يبطئ فإن أصابتكم فإن أصابتكم نون مع الهمزة إظهار وهنا كلمة أصا أصا لماذا أقول هكذا لأنه قد يقول أحدهم أصابتكم هذه الهمزة مراققة وجاورت الصاد المفخم مرتب أول هذه صاد مفتوحة بعدها ألف هذه الألف الخنجرية فيفخم الهمزة خطأا فيقول أصابتكم أنا أقول تدرب عليها أصابتكم مصيبة ميم مع الميم إضغام طبعا لكي لا التاء هنا تاء ساكنة فيها همس الأخطاء التي تحدث قلقلة أصابتكم هذا قلقلة التاء غلط وأيضا يوجد مبالغة في الهمز أصابتكم أصابتكم هذا أيضا مبالغة خطأ ويكون الهمز لطيف انتبهوا للصحيح الآن أقرأ صحيح أصابتكم أصابتكم نظم الشفتين مصيبة قال انتبهوا إلى هذه الكلمة مصيبة أصاد مفخة مرتبة أخيرة مكسورة اتفقنا عرفنا مراتبة التفخين والتنوين مع القاف إخفاء بغنة مفخمة والغنة أعلى ما تكون هنا لماذا؟ لأن ستتبع مرتبة الحرف الذي حدث عنده الإخفاء ما هي مرتبته قاف مفتوع بعدها ألف أولى فانتبهوا مصيبة قال لا أقول قال لا أكور مصيبة قال قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا قد أنعم دالهم وقلق لقلق لصورة في وسط الكلام قاف مفخم مرتبة ثانية شوفوا هنا قاف مفتوح بعدها ألف أولى قاف مفتوح ثانية تمام قال قد لاحظتم الفرق الآن هنا أعلى أكثر تفخيما أنعم نون عين أظهار نون ساكن مع العين إظهار ميم مرت معنا هذه أنه مفتوح قبل اسم الجلال الله لا أفخم الميم وتكون لا مفخمة الصحيح أقرأه عليكم أنعم الله علي أنعم الله علي تمام ولا أقول أنعم أنعم الله أفخم الميم خطأ علي يا أم مشددة فيها نظر ونسمع صوت اليأ ساكن علي علي إذ لم هذه إذ لم هذه الفقرة البسيطة هنا ممكن أنه أجعل الذال هذه مقلقلة إذ لم إذ لم لأنه لم أعطيها حقها من الرخاوة والخطأ الثاني أنه أعطيها هواء إذ لم هذا خطأ إذ لم فقط رخاوة يعني جريان للصوت بلا نفس وبلا قلقلة وتخرج عندي الذال صحيحة إذ لم أكن لم مظهرة ميم أسمع صوتها أكم أكو أكم أكم هنا لا أسحب ضمة أنا أعيدها مرة ومرتين لكي أبين لكم لا أسحب ضمة الكاف إلى النون الساكنة والنون مع الميم إضغام أكم أكم أكو أكم معهم شهيدا معهم هو نظم الشفتين ميم مظهرة معهم شهيدا أكسرها أجيد وَلَا إِنْ أَصَابَكُمْ وَلَا إِنْ أَصَابَكُمْ وَلَا إِنْ كَسْرَةُ طبعا هنا أحققوا الكسرة نون ساكنة همزة إظهار وكما مرت معنا هنا أصابتكم انطبقوا ما قلته من عدم تفقيم الهمزة والصاد مفخمة مرتبة أولئة مفتوحة بعدها أليف وَلَا إِنْ أَصَابَكُمْ تمام ميم مظهرة فضل هنا فضل مرت معنا أيضا في الأعلى من كلمة الفضل هنا انتبه لها وَلَا إِنْ أَصَابَكُمْ فَضُلُمْ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنْ تمام فَضَات رِخَا وَاستِطَالَ لا تقلقل لا قل فضل أو فضل جعلتها ضاء انتبه فضل فضل إحدى حافتين لسان مع ما يحاذيها من الأضراس العليا هذا هو مخرج الضاد فانتبهوا وهذه مفخم مرتبة رابعة للناس ساكنة الفاء واللام مرققة تنوين مع الميم إضغام فضل مين الله مين نون مفتوح جاء قبل اسم الجلال الله تفخم اللام لَيَقُولَنْ تمام أستمر لَيَقُولَنَّ كَأَلَّمْ كَأَلْ كَأَلَّمْ لماذا قرأتوه هكذا؟ لأنه النون مع اللام يضغم بغير غنة أكل النون كَأَلَّمْ تَكُنْ مين مظهر لم تَكُمْ 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 لا أسحب ضمة الكافلة النون والنون مع الباء إقلاب بغنة بينكم يا ساكنة قبلها مفتوح يا أولين انتبه تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَا وَدَّهُ وَبَيْنَهُ أيضاً يا ساكنة قبلها مفتوح يا أولين فانتبه لهذا وَلَدَيْنَا هُنَ مَدَصِلَ صُغْرَ وَبَيْنَهُ مَا وَدَّهُ حَرَكْتِين مَدْصِلَ صُغْرَ وإذا كانت بعدها همزة سوف تكون مدْصِلَ كُبرَة بمقدار أربع وخمس حركات فانتبهوا لهذا مَا وَدَّتُوِي تُوِي هنا لا تجعلها يا صافية تنوين مع اليادي كما أقول يجب أن تكون هناك غنم صاحب لها من الخيشوم مَا وَدَّتُوِي مَا وَدَّتُو نظم بعدها ندخل في الغنى مَا وَدَّتُوِي يَا لَيْتَنِي تمام كُن ها نون ساكنة بين مضمومين كاف وتاء أقول كُن كُن ماذا فعلت سحبت ضمة الكاف إلى النون الساكنة أنت هذا غلط والصحيح كُن كُن تُ كُن تُ طمان نون تا إخفاء ذهب إلى مخرج التا كُن تُ مع هم هذا هو تخليص الحركات بارك الله فيكم فتدربوا على هذا بالمرآة ضع المرآة أمامك وطبق كُن تُ مع هم فأفوز مي مظهرة مع الفاء وهي يعني وحذر لدى واوين وفاء أن تختفي فأفوز فوزا ماذا؟ فوزا واولين ساكنة قبلها مفتوح خطأ أن أقول فأفوز فوزا فوزا هذه ليست واولين واولين فوزا عظيمة فوزا عظيمة تنوين مع العين إظهار وقلت في كلمة عظيمة أنه ضايا مفخمة آخر مرتما ولا أفخم العين أقول عظيمة انتبه ع ع عظ عظيمة هكذا أقف على مدل العواضي المقداري حركتين فليقاتل انتبهوا لهذه الكلمة فال لام ساكنة يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة ثم ياء مضمومة أضم الشفتين فيها قاف مفتوحة بعدها ألف هذه الألف الخجرية إذن مفخمة مرتبة أولى تل تل تا مكسورة ولم ساكنة إذن اللامات في كلمة فليقاتل ساكنة فأقرأها مرة أخرى فليقاتل في فليقاتل في سبيل الله طبعا مكسور قبل اسم الجلال الله مراققا لا الذين مرت معنا اللام اسمية مدغمة مراققة ولا أمسك اللامات المشددة وذال مكسور أكسرها جيدا يشرون شين ساكنة يجري فيها صوت والنفس وتفشي الشين صفة التفشي خاصة في الشين وأقرأها يشرون هناك من يقول يشرون هكذا يطبق الأسنان الفك العلوي مع السفلي فلا يخرج هذا التفشي صحيح لا يوجد إطباق يشرون طبعا الصفات تكون في الحروف سواء كانت متحركة أو ساكنة ولكنه تكون أوضح ما تكون في الحروف الساكنة الصفات مثل الآن صفة التفشي يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أرأوا مفخمة يشرون لأنها مضمومة الحياة هنا كما لاحظتم طبعا أنا قرأت الحياة هنا بدأت بهمزة قطع هي طبعا في الوصل همزة وصل يشرون من النون المفتوحة إلى اللام همزة وصل واللام قمرية لأنه أبغي حجك حاء من حجك الحياة الدنيا الدو الدو دال ساكنة ثم دال مضمومة والدنيا هنا نون ساكنة وبعدها يا ولو طبقنا حكم الإدغام أحكام النون الساكنة فرأينا أنه نون ساكنة بعدها يا ولكنه هذه من الكلمات التي لا نضغمها لأنه الإدغام يكون في كلمتين ولا يكون في كلمة واحدة وهنا الإظهار الدنيا بالآخرة بالآخرة كسرت الباء ولدينا هنا مد بدل بمغدار حركتين الخاء مفخم مرتبة أخيرة لأنها مكسورة الراء مفخمة لأنها مفتوحة أقف علىها ساكنة مهموسة يجري في الصوت والنفس باهتزاز الأوتار الصوتية من منطقة أقصى الحلق وهذا أقصى الحلق هنا وهذا الوسط وهذا الأدنى بالآخرة ومن يقاتل نون لا أجعلها يا صافية نسمع الصحيح الخطأ ومن يقاتل في سبيل الله أيضا اللام ساكنة والقاف مفخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها ألف هذه الألف الخنجرية فانتبه لها يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فيقتل يقتل ساكنة مقلقة لقلقة لصغر في وسط الكلام مفخمة مرتبة رابعة لم ساكنة أيضا فيقتل أو ساكنة قبل أن يفتوح أو يغلب لب مقلقة لقلقة لصغر في وسط الكلام وإذا وقفت عليه ستكون كبرى أو يغلب أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فسوف واو ساكنة قبل أن يفتوح دائما ننتبه على واو اللين يا اللين فسوف 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 هذا خطأ فسوف نؤتيه الهمزة بقفل الأوتار الصوتية خطأ أن نقول نؤتيه قلقلت الهمزة وخطأ أن أقول نؤتيه هكذا الصوت مصاحب للهمزة فهذا خطأ نؤ قفل تام نؤ ته دورها نؤ تيه نؤ تيه نؤ تيه أجرا هكذا فكك الكلمة ثم ركبها مثل ما فعلت أمامك الآن أجرا جيم ساكنة مقلقة لقلقة لصغر في وسط الكلام الراء مفخمة لأنها مفتوحة الألف تتبع الراء في التفخيم عظيما لا تفخم العين لأنها جاورة الضاء المفخمة مرتبة أخيرة مرتبة خامسة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك ما كان من توفيق وصواب فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيا فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا